طبعاً هذه المواقف يعني إحنا سمينا الحلقة يعني شهادة الأبطال فعلاً بتعبر عن بطولة واحتمال من ناحية لكن هل هذا يكفي لما يحدث مثلاً أو يعني الناس من جوة فيه ثورة يعني في كتير أماكن أنا عارف أن الناس فيه ثورة وفيه عدم ارتياح وفيه تعب من ناحية الشهد اللي استشهدهم لكن من جانب تاني فيه ناس فعلاً الشهادة دي شهادة المجموعات المؤمنين اللي حصلت في المراحل الأخيرة كانت عطت لهم نوع من الصحوة ونوع من الإحساس بأن ما هو ممكن أنا يبقى الدور جاي علي طيب أنا حنعمل إيه لو كنت في نفس الموقف وبدأ يحصل نوع من التغيير الداخلي بصورة أو بأخ